بعد يوم تتفاقم مأساة النازحين في العراق فعلى الرغم من مرور عامين على انتهاء العمليات العسكرية في مدينة الموصل لا يزال أكثر من 300 ألف شخص من سكان هذه المدينة يعيشون نازحين بل لا يمتلكون منازل ليعودوا إليها بعد أن دمرت بالكامل التقديرات تشير إلى وجود نحو مليوني نازح في العراق يسكن أغلبهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى سبل العيش فضلا عن تفشي الأمراض وغياب الرقابة وابتزاز النازحين ريشان هانيفا المديرة في المجلس النرويجي للاجئين في العراق قالت إن معاناة الحرب التي انتهت قبل عامين مستمرة بالنسبة للنازحين كمعركة يومية من أجل البقاء وتضيف أنه بعد عامين من انتهاء الحرب فمن المخزي جدا أن يرى الألاف من الأسر والأطفال لا يزالون يعيشون في مخيمات النزوح وفي ظروف سيئة للغاية لعدم قدرتهم على العودة إلى أحيائهم التي لا تزال مدمرة مشيرة إلى أن البعض منهم حاول العودة عدة مرات ولكنهم واجهوا طريقا مسدودا بيوت تتهدمت من تلكاتنا راحة واللي عنده سيارة راحة أنا ما عدنا لا راتب لا وسيلة نعيش به تعويض ماكو حتى مال المليون بالنسبة لي أنا ما حصلت المجلس النرويجي أشار إلى أن عدد المنازل التي تعرضت للضرار أو الدمار يقدر بمئة وثمانية وثلاثين ألف منزل مضيفا أن هناك أكثر من ثلاث وخمسين ألف منزل سوية بالأرض في الجانب الأيمن العائلات النازحة التي تعتمد في الغالب على المساعدات الإنسانية بعد أن استنفدت كل مدخراتها لديها هموم ومشاكل أخرى لا تقل أهمية عن غيرها لعل من أهمها فقدان الوثائق الرسمية الأساسية كهوية الأحوال المدنية والتي تشكل أحد العقبات الرئيسية أمام آلاف الأسر التي ترغب في العودة حيث يحرم النازحون من أبسط حقوقهم باعتبارهم مواطنين عراقيين ويصبح من الصعب عليهم التنقل بحرية كما يمنعهم افتقاد هذه الوثائق من التملك والحصول على الوظائف المنظمات الدولية تؤكد غياب الإرادة السياسية لإعادة النازحين إلى الموصل أو جرف الصخر وغيرها أو منحهم الوثائق المفقودة ونقص الموارد التي تخصصها الحكومة ما يجعل العملية طويلة ومرهقة للغاية وينذر بخطورة الوضع وما يترتب عليه من أواقب وخيمة قد تستمر لعدة أجيال ترجمة نانسي قنقر